بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع بني إسرائيل في القرآن الكريم في هذه الحلقة ماذا حل ببني إسرائيل في الماضي وماذا ينتظرهم في المستقبل لماذا رفض بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة منهم القوم الجبارين ما هو التيه ولماذا كتبه الله على بني إسرائيل كل هذا وأكثر نتعرف عليه في هذه الحلقة المباركة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجابة للمشاهدة والاشتراك في القناة عدنا إليكم مرة أخرى الحلقة الأولى سورة المائدة كيف تناولت الحديث عن بني إسرائيل في روايات كثيرة أن هذه الصورة نزلت بعد صورة الفتح وصورة الفتح معروف أنها نزلت في الحديبية في العام السادس من الهجرة وفي بعض هذه الروايات أنها نزلت مرة واحدة فيما عدى الآية الثالثة التي فيها اليوم أكملت لكم دينكم فإنها نزلت في حجة الوداع في السنة العاشرة ولكن المراجعة الموضعية للصورة مع أحداث السيرة تكاد تنفيه وهذه الرواية التي تقول إن الصورة نزلت بكاملها بعد الفتح فضلا عن أن هناك حادثة من حوادث السيرة في غزوة بدر تقطع بأن الآيات الخاصة بموقف بني إسرائيل مع موسى عليه السلام من دخول الأرض المقدسة كانت معروفة للمسلمين قبل غزوة بدر في السنة الثانية الهجرية وقد وردت إشارة إليها على لسان سعد بن معاذي الأنصري رضي الله عنه في رواية وعلى لسان المقداد بن عمر في رواية وهو يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن والله لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقط إلى إنها هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقط إلى إن معكم متبعون إلى آخره أما المراجعة الموضوعية فتصور الموقف بأنه كانت اليهود في ذلك الوقت الذي نزلت فيه الآيات الخاصة بهم قوة ونفوذ وعمل في المدينة وفي الصف المسلم مما اقتضى هذه الحملة لكشف موقفهم وإبطال كيدهم وهذه القوة وهذا النفوذ كان قد اتضاءل بعد وقعت بني قريزة عقب غزوة الخندق وقد اظهرت الأرض من القوائل الثلاثة اليهودية القوية بني قينقاع وبني النظير وبني قريغة فلم يكن لهم بعد الحديبية ما يدعو إلى العناية بشأنهم إلى هذا الحد ثم لقد كانت فترة المهادنة معهم والخطة السلمية قد انتهت ولم يعد لهم موضع بعد الذي بدى منهم قول الله تبارك وتعالى لنبيه الكريم ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فعفوا عنهم واصفح لا بد سابق على هذه الفترة وكذلك أمره بالحكم بينهم أو الإعراض عنهم من هذه الملاحظات يترجح لنا أن مطالع الصورة وبعض مقاطعها هي التي نزلت بعد صورة الفتحة بينما نزلت مقاطع منها قبل ذلك كما أن الآية التي فيها قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم لا بد أن تكون قد نزلت بعد ذلك فقد كانت آخر ما نزل من القرآن الكريم على أرجح الأقوال وأن الصورة لم تنزل كلها مرة واحدة كما جاء في إحدى الروايات وكما قلنا من قبل نقول هنا عن المعركة التي كان القرآن يخوضها بالأمة الإسلامية مع أعداء هذه الجماعة وأعداء دينها وفي مقدمتهم اليهود والمشركون والمنافقون وذلك مع بناء التصور الإسلامي في نفوس المؤمنين ومع تنظيم المجتمع الإسلامي بالتوجيهات والتشريعات كل ذلك في وقت واحد وفي منهج واحد وفي نفس واحد وأهم قواعد البناء تخليص عقيدة التوحيد من كل غبش وبيان معنى الدين وأنه هو منهج الحياة وأن الحكم بما أنزل الله وحده والتلقي في شؤون الحياة كلها من الله وحده هو الإيمان وهو الإسلام وبغير هذا لا يكون هناك توحيد لله فتوحيد الله وإفراده سبحانه وتعالى بالألوهية وبخصائص الألوهية بحيث لا يكون له فيها شريك والحاكمية والتشريع للناس من خصائص الألوهية كتعبيدهم بالعبادة الشعائرية سواء بسواء وهذه الصورة أشد تركيزا على هذه النقطة كما أسلفنا وقبل أن ننهي هذا التقديم لصورة المائدة لا يسعنا إلا أن نبرد الحقيقة التي تتضمنها الآية الثالثة منها فإن قول الله عز وجل لهذه الأمة اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يتضمن توحيد المصدر الذي تتلقى منه هذه الأمة منهج الحياة ونظام المجتمع وشرائع الإرطباط والمصالح إلى يوم القيامة كما يتضمن استقرار هذا الدين بكل جزئياته الاعتقادية والتعبدية والتشريعية فلا تعديل فيها ولا تغيير فقد اكتمل هذا الدين وتم وانتهى أمره وتعديل شيء فيه كإنكاره كله لأنه إنكار لما قرره الله من تمامه وكماله وهذا الإنكار هو الكفر الذي لا جدال فيه أما العدول عنه كله إلى منهج آخر ونظام آخر وشريعة أخرى فلا يحتاج منا إلى وصفة فقد وصفه الله تعالى في الصورة ولا زيادة بعد وصف الله سبحانه المستزيد إن هذه الآية تقرر بما لا مجال للجدال فيه أنه دين خالد وشريعة خالدة وأن هذه الصورة التي رضيها الله للمسلمين دينا هي الصورة الأخيرة إنها شريعة ذلك الزمان وشريعة كل زمان وليس لكل زمان شريعة ولا لكل عصر دين إنما هي الرسالة الأخيرة للبشر قد اكتملت وتمت ورضي الله عز وجل للناس دينا فمن شاء أن يبدل أو يحور أو يغير أو يطور إلى آخر هذه التعبيرات التي تلاك في هذا الزمان فليمتغ غير الإسلام دينا ومن يمتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إن هذا المنهج الإلهي المجتمل على التصور الاعتقادي والشعائر التعبدي والشرائع المنظمة لنشاط الحياة كله يحكم ويصرف ويهيمن على نشاط الحياة كله وهو يسمح للحياة بأن تنمو في إقاره وترتقي وتتطور دون خروج على أصل فيه ولا فرع لأنه لهذا جاء ولهذا كان آخر رسالة للبشر أجمعين إن تطور الحياة في ظل هذا المنهج لا يعني مجافاتها أو إهمالها لأصل فيه ولا فرع ولكن يعني أن طبيعة المنهج تحتوي كل الإمكانيات التي تسعى ذلك التطور بلا خروج على أصل أو فرع ويعني أن كل تطور في الحياة كان محسوبا حسابه في ذلك المنهج لأن الله سبحانه وتعالى لم يكن يخفى عليه وهو يضع هذا المنهج في صورته الأخيرة ويعلن إكماله وارضاءه للناس ديناً أن هناك تطورات ستقع وأن هناك حاجات ستورز وأن هناك مقتضيات ستتطلبها هذه التطورات والحاجات فلابد إذن أن يكون هذا المنهج قد احتوى على هذه المقتضيات جميعا وما قدر الله حق قدره من يظن غير هذا في أمر من هذه الأمور وبهذا ننهي هذا التقديم المجمل العام لصورة المائدة ونأخذ في التفصيل في الحلقة التالية إن شاء الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجابات والاشتراك في القناة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله تحياتي للجميع الحلقة الثانية كيف تناولت صورة المائدة قصة بني إسرائيل في نهاية الدرس الماضي ذكر الله عز وجل المسلمين بميثاقهم الذي واثقهم به وذكرهم نعمته التي أنعم بها عليهم في هذا الميثاق ذلك كي يؤدوا من جانبهم ما استحفظوا عليه ويتقوا أن ينقضوا ميثاقهم معه أولا مواقف أهل الكتاب من العهود والمواثيق الآن يستغرق هذا الدرس كله في استعراض مواقف أهل الكتاب من مواثيقهم واستعراض ما حل بهم من العقاب نتيجة نقدهم لهذه المواثيق لتكون هذه من جانب تذكرة للأمة المسلمة ماثلة من بطون التاريخ ومن واقع أهل الكتاب قبلهم وليكشف الله عز وجل من جانب عن سنته التي لا تتخلف ولا تحابي أحدا ومن الجانب الثالث ليكشف عن حقيقة أهل الكتاب وحقيقة موقفهم وذلك لإبطال كيدهم في الصف المسلم وإحباط مناورتهم ومؤامرتهم التي يلبسونها ثوب التمسك بدينهم وهم في الحقيقة قد نقضوا هذا الدين من قبل ونقضوا ما عهدوا الله عليه لا تنسوا الاعجابات والاشتراك في القناة رقم اثنين يحتوي هذا الدرس على استعراض ميثاق الله مع قوم موسى عند إنقاذهم من الذل في مصر ثم نقضهم لهذا الميثاق وما حاق بهم نتيجة نقضهم له وما أصابهم من اللعنة والأرض من مجال الهدي والنعمة وعلى استعراض ميثاق الله مع الذين قالوا إن نصارى ونتيجة نقضهم له من إغراء العداوة بين فرقهم المختلفة إلى يوم القيامة ثم على استعراض موقف اليهود أمام الأرض المقدسة التي أعطاهم الله ميثاقه أن يدخلوها فنقصوا على أعقابهم وجبون عن تكليف ميثاق الله معهم وقالوا لموسى فاذهب أنت وربك فقط إلى إنها هنا قاعدون رقم ثلاثة يتخلل هذا الاستعراض للمواثيق ومواقف أهل الكتاب منها كشف لما وقع في عقائد اليهود والنصارى من انحراف نتيجة نقضهم هذه المواثيق التي عاهدهم الله فيها على توحيده والإسلام له في مقابل ما أعطاهم من النعم وما ضمن لهم من التمكين فأبوا ذلك كله على أنفسهم فباءوا باللعنة والفرقة والتشريد رقم أربعة كذلك يتضمن دعوتهم من جديد إلى الهدى الهدى الذي جاءتهم به الرسالة الأخيرة وجاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم الأخير وضحظ ما كانوا يدعون من حجة في أنه طال عليهم الأمد ومرت بهم فقرة طويلة منذ آخر أنبياءهم فنسوا ولبس عليهم الأمر فها هو ذا قد جاءهم بشير ونذير فسقطت الحج وقام الدليل ومن خلال هذه الدعوة تتبين وحدة ديم الله في أساسه ووحدة ميثاق الله مع جميع عباده أن يؤمنوا به ويوحدوه ويؤمنوا برسله دون تفريق بينهم وينصروهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وينفقه في سبيل الله من رزق الله فهو الميثاق الذي يقرر العقيدة الصحيحة ويقرر العبادة الصحيحة ويقرر أسس النظام الاجتماعي الصحيح ثانيا الآن نأخذ في استعراض هذه الحقائق كما وردت في السياق القرآني الكريم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزتهمهم وأقرأتم الله قردا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد غل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسو حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة أو البغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم لقد كان ميثاق الله مع بني إسرائيل ميثاقا بين طرفين متضمنا شرطا وجزاء والنص القرآني يثبت نص الميثاق وشهرته وجزاءه بعد ذكر عقد الميثاق وملابسات عقده لقد كان عقدا مع نقباء بني إسرائيل الاثنى عشر الذين يمثلون فروع بيت عقوب وهو إسرائيل وهو ذريت الأصباط أحفاد يعقوب وعدتهم إثنى عشر سبطة وكان هذا نصه وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قردا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل إني معكم وهو وعد عظيم فمن كان الله معه فلا شيء إذا ضده ومهما يكون ضده من شيء فهو هباء لا وجود في الحقيقة له ولا أثر ومن كان الله معه فليضل طريقه فإن معي الله سبحانه وتعالى تهديه كما أنها تكفيه ومن كان الله معه فلن يقلق ولن يشقى فإن قربه من الله يطمئنه ويسعده وعلى الجملة فمن كان الله معه فقد ضمنا وقد وصلا وما له زيادة أن يستديدها على هذا المقام الكريم ولكن الله سبحانه وتعالى لم يجعل معيته لهم جزافا ولا محاباتا ولا كرامة شخصية منقطع عن أسبابها وشروطها عنده إنما هو عقد فيه شرط وجزاء شرطه الأول إقامة الصلاة لا مجرد أداء الصلاة إقامتها على أصولها التي تجعل منها صلة حقيقية بين العبد والرب وعنصرا تهريبيا وتربويا وفق المنهج الرباني القويم وناهيا عن الفحشاء والمنكر حياء من الوقوف بين يدي الله بحصيلة من الفحشاء والمنكر الشرط الثاني إتاء الزكاة اعترافا بنعمة الله في الرزق وملكيته ابتداء للمال وطاعة له في التصرف في هذا المال وفق شرطه وهو المالك والناس في المال وتحقيقا للتكافل الاجتماعي الذي على أساسه تقوم حياة المجتمع المؤمن وإقامة لأسس الحياة الاقتصادية على المنهج الذي يكفل أن لا يكون المال دولة بين الأغنياء وأن لا يكون تكدس المال في أيدي قليلة سببا في الكساد العام بعجز الكهرة على الشراء والاستهلاك مما ينتهي إلى وقف دولة بالإنتاج وتطيئته كما يفضي إلى الطرف في جانب والشرف في جانب آخر وإلى الفساد والاختلال في المجتمع بشتى ألوانه كل هذا الشر الذي تحول دونه الزكاة تحول دونه منهج الله في توزيع المال وفي دورة الاقتصاد أما الشرط الثالث الإيمان برسل الله كلهم دون تفرقة بينهم فكلهم جاءوا من عند الله وكلهم جاء بدين الله وعدم الإيمان بواحد منهم كفر بهم جميعا وكفر بالله الذي بعث بهم جميعا وليس هو مجرد الإيمان السلبي إنما هو العمل الإيجابي في نصرة هؤلاء الرسل وشد أغرهم فيما ندبهم الله له وفيما وقفوا حياتهم كلها لآدائه فالإيمان بدين الله من مختراه أن ينهض المؤمن لينصر ما آمن به وليقيمه في الأرض وليحققه في حياة الناس فدين الله ليس مجرد تصور اعتقادي ناري ولا مجرد شعائر تعبدية إنما هو منهج واقعي للحياة ونظام محدد يصرف شؤون هذه الحياة والمنهج والنظام في حاجة إلى نصرة وتعزيز وإلى جهد وجهاد لتحقيقه ولحمايته بعد تحقيقه وإلا فما وفى المؤمن بالمثاق أما الشرط الرابع في هذا المثاق بعد الزكاة إنفاق عام يقول عنه الله سبحانه وتعالى إنه قرد لله والله هو المالك وهو الواهب ولكنه فضلا منه ومنه يسمي ما ينفقه الموهوب له متى أنفقه لله قردا لله ذلك كان الشرط المكون من أربع بنود أساسية إقام الصلاة وإتاء الزكاة والإيمان برسل الله وإقراض الله قردا حسنة أما الجزاء فالأول رقم واحد تكفير السيئات والإنسان الذي لا يني يخطئ ولا يني يندفع إلى السيئة مهما جاء بالحسنة تكفير السيئات بالنسبة إليه جزاء ضخم ورحمة من الله واسعة وتضارب ضعفه وعجزه وتقصيره اتنين جنة تجري من تحتها الأنهار وهي فضل خالص من الله لا يبلغه الإنسان بعمله إنما يبلغه بفضل من الله حين يبذل الجهد فيما يملك وفيما يطبق أي على هذا الأساس يكون لهم جزاء إذا وفوا بالميثاق أي لهم جزاء إذا وفوا بشروط العقد تكفير السيئات ودخول الجنات وكان هناك شرط جزائي في الميثاق فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فلا هدى له بعد ذلك ولا أوبى له من الضلال بعد إذ تبين له الهدى وتحدد معه العقد ووضح له الطريق وتأكد له الجزاء ذلك كان ميثاق الله مع نقباء بني إسرائيل عما وراءهم وقد ارضوه جميعا فصار ميثاقا مع كل فرد فيهم وميثاقا مع الأمة المؤلفة منهم فماذا كان من بني إسرائيل ثالثا هل وفى بنو إسرائيل بالعهد والميثاق لقد نقضوا ميثاقهم مع الله قتلوا أنبياءهم بغير حق وبيتوا القتل والصلب لعيسى عليه السلام وهو آخر أنبياءهم وحرفوا كتابهم التوراة ونسوا شرائعها فلم ينفذوها ووقفوا من خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام موقفا لئيما ماكرا عنيدا وخانوا مواثيقهم معه فباءوا بالطرد من هدي الله فباءوا بالطرد من هدى الله وقصد قلوبهم فلم تعوا الصالحة لاستقبال هذا الهدى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حغرا مما ذكروا به وصدق الله فهذه سمات يهود التي لا تفارقهم لعنة تبدو على سيماهم إذ أنضحوا بها جبلتهم الملعونة المطروضة من الهداية وقصوة تبدو في ملامحهم الناضبة من بشاشة الرحمة وفي تصرفاتهم الخالية من المشاعر الإنسانية ومهما حاولوا مكر إبداء اللين في القول عند الخوف وعند المصلحة والنعومة في الملمس عند الكيد والوقيعة فإن جفاف الملامح والسمات ينضح ويشيء بجفاف القلوب والأفئدة وطابعهم الأصيل هو تحريف الكلم عن مواضعه تحريف كتابهم أولا عن صورته التي أنزل الله على موسى عليه السلام إما بإضافة الكثير إليه مما يتضمن أهدافهم الملتوية ويبررها بنصوص من الكتاب مزورة على الله وإما بتفسير النصوص الأصلية الباقية وفق الهوى والمصلحة والهدف الخبيث ونسيان وإهمان لأوامر دينهم وشريعتهم وعدم تنفيذها في حياتهم ومجتمعهم لأن تنفيذها يكلفهم الاستقامة على منهج الله الطاهر النظيف القويم الآن يخاطب الله عز وجل رسوله قائلا ولا تزال تطلع على خائن منهم إلا قليلا منهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا تنسوا الاعجاب بالانتو والاشتراك في القناة الحلقة الثالثة بني إسرائيل في ضوء سورة المائدة الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولا تزال تطلع على خائن منهم إلا قليلا منهم الآية صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أولا ماذا يعني هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو خطاب للمصطفى عليه الصلاة والسلام يصور حال يهود في المجتمع المسلم في المدينة فهم لا يكفون عن محاولة خيانة رسول الله وقد كانت لهم مواقف خيانة متواترة بل كانت هذه هي حالهم طوال إقامتهم معه في المدينة ثم في الجزيرة كلها وما تزال هذه حالهم في المجتمع الإسلامي على مضار التاريخ على الرغم من أن المجتمع الإسلامي هو المجتمع الوحيد الذي آواهم ورفع عنهم الإضطهاد وعاملهم بالحسن ومكن لهم من الحياة الرغيدة فيه ولكنهم كانوا دائما كما كانوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عقارب وحيات وثعالب وذئابا تضمر المكرى والخيانة ولا تني تمكر وتغضر إن أعوذتهم القدرة على التنكيل الظاهر بالمسلمين نصبوا لهم الشباك وأقاموا لهم المصائد وتآمروا مع كل عدو لهم حتى تحين الفرصة فإن قضوا عليهم قصاه جفاه لا يرحمونهم ولا يرعون فيهم إلا ولا ذمة أكثرهم كذلك كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وكما أنبأنا عن جبلتهم التي أورفها إياهم نقدهم لميثاق الله من قديم والتعبير القرآني الخاص عن واقحة اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة تعبير أريف ولا تزال تطرع على خائنة منهم إلا قليلا منهم الفعلة الخائنة والنية الخائنة والكلمة الخائنة والنظرة الخائنة يجملها النص بحذف الموصوف وإذبات الصفة خائنة لتبقى الخيانة وحدها مجرده تملأ الجو وتلقي ظلالها وحدها على القوم فهذا هو جوهر جبلتهم وهذا هو جوهر موقفهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان إن هذا القرآن هو معلم هذه الأمة ومرشدها ورائدها وحادي طريقها على طول الطريق وهو يكشف لها عن حال أعداءها معهم وعن جبلتها وعن تاريخهم مع هدي الله كله ولو ظلت هذه الأمة تستشير قرآنها وتسمع توجهاته وتقيم قواعده وتشريعاته في حياتها ما استطاع أعداءها أن ينالوا منها في يوم من الأيام ولكنها حين نقضت نفاقها مع ربها وحين اتخذت القرآن مهبورا وإن كانت ما تزال تتخذ منه تراني مطربة وتعويض ورقى وأدعية أصابها ما أصابها لا تنسوا الاعجابة لكم والاشتراك في القناة ثانيا الهدف من دراسة قصص أهل الكتاب رقم واحد لقد كان الله سبحانه يقص عليها ما وقع لبني إسرائيل أي على الأمة الإسلامية كان يقص عليها ما وقع لبني إسرائيل من اللعن والطرد وقسوة القلب وتحريف الكلم عن مواضعه حين نقدوا ميثاقهم مع الله لتحذر أن تنقض هي ميثاقها مع الله فيصيبها ما يصيبه كل ناكث للعهد ناقد للعقد فلما غفلت عن هذا التحذير وصارت في طريق غير الطريق نزع الله منها قيادة البشرية وتركها هكذا ذيلا في القافلة حتى تثوب إلى ربها وحتى تستمسك بعهدها وحتى توفي بعقدها قافلها الله بوعده من التمكين في الأرض ومن القيادة للبشر والشهادة على الناس وإلا بقيت هكذا ذيلا للقافلة وعد الله لا يخلف الله وعده ولقد كان توجيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين الذي نزلت في هذه الآية فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين والعفو عن قوائحهم إحسان والصفح عن خيانتهم إحسان ولكن جاء الوقت الذي لم يعد فيه للعفو والصفح مكان فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجليهم عن المدينة ثم أن يأمر بإجلائهم عن الجزيرة كلها وقد كان رقم اثنين كذلك يخص الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة الإسلامية أنه أخذ ميثاق الذين قالوا إنا نصارى من أهل الكتاب ولكنهم نخذوا ميثاقهم كذلك فنالهم جزاء هذا النقد للميثاق ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذ ميثاقهم فنسو حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ونجد هنا تعبيرا خاصا لا دلالة خاصة ومن الذين قالوا إنا نصارى ودلالة هذا التعبير أنهم قالوها دعوة ولم يحققوها في حياتهم واقعا ولقد كان أساس هذا الميثاق هو توحيد الله وهنا كانت نقطة الإنحراف الأصلية في خط النصراني التاريخي وهذا هو الحظ الذي نسوه مما ذكروا به ونسيانه هو الذي قاد بعد ذلك إلى كل انحراف كما أن نسيانه هو الذي نشأ من عنده الخلاف بين الطوائف والمذاهب والفرق التي لا تكاد تعد في القديم وفي الحديث كما سنبيل إجمالا بعد قليل وبينها ما بينها من العداوة والبغضاء ما يخبرنا الله سبحانه وتعالى أنه باق فيهم إلى يوم القيامة جزاء وفاقا على نقد ميثاقهم معه ونسيانهم حظا مما ذكروا به ويبقى جزاء الآخرة عندما ينبئهم الله بما كانوا يصنعون وعندما يجزيهم وفق ما ينبئهم به مما كانوا يصنعون رقم ثلاثة ولقد وقع بين الذين قالوا إن نصارى من الخلاف والشقاق والعداوة والبغضاء في التاريخ القديم والحديث مصداق ما قص الله سبحانه وتعالى في كتابه الصادق الكريم وسال من دمائهم على أيدي بعضهم البعض ما لم يسل من حروبهم مع غيرهم في التاريخ كله سواء كان ذلك بسبب الخلافات الدينية حول العقيدة أو بسبب الخلافات على الرئاسة الدينية أو بسبب الخلافات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي خلال القرون الطويلة لم تسكن هذه العداوات والخلافات ولم تخمد هذه الحروب والجراحات وهي ماضية إلى يوم القيامة كما قال أصدق الصادقين جزاء على نقضهم ميثاقهم ونسيانهم حظا مما ذكروا به من عهد الله وأول بند فيه هو بند التوحيد الذي انحرفوا عنه بعد فترة من وفاة المسيح عليه السلام لأسباب لا مجال هنا لعرضها بالتفصيل رقم أربعة حين يبلغ السياق هذا الموضع من استعراض مواقف اليهود والنصارى من ميثاقهم مع الله وجهوا الخطاب لأهل الكتاب جميعا هؤلاء وهؤلاء لإعلانهم برسالة خاتم النبيين وأنها جاءت إليهم كما جاءت للعرب الأمين وللناس أجمعين فهم مخاطبون بها مأمورون باتباع الرسول الأخير وهذا طرف من ميثاق الله معهم كما سلف وأن هذا الرسول الأخير قد جاء يكشف لهم عن كثير مما كانوا يخفونه من الكتاب الذي بين أيديهم والذي استحفظوا عليه فنقضوا عهدهم مع الله فيه ويعفو كذلك عن كثير مما أخفوه ولم تعد هناك ضرورة له في الشريعة الجديدة ثم يتعرض لبعض الإنحرافات التي جاء الرسول الأخير ليقومها في معتقداتهم كقول النصارى إن المسيح عيسى بن واريوم هو الله وكقولهم هم واليهود نحن أبناء الله وأحباؤه ويختم هذا النداء بأنه لن تكون لهم حجة عند الله بعد الرسالة الكاشفة المبينة المنيرة ولن يكون لهم أن يقولوا إنه مرت عليهم فترة طويلة بعد الرسالات فنسوا ولبس الأمر عليهم لا تنسوا الاعجابات والاشتراك في القناة ثالثا أهمية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودوره في هداية أهل الكتاب قال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوان وصول السلام ويخرجهم من ظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وللتعليق على هذا المقطع نقول وبالله التوفيق رقم واحد لقد كان أهل الكتاب يستكثرون أن يدعوهم إلى الإسلام نبي ليس منهم نبي من الأميين الذين كانوا يتعالون عليهم من قبل ويتعالمون لأنهم هم أهل الكتاب وهؤلاء أميون فلما أراد الله الكرامة لهؤلاء الأميين بعث منهم خاتم النبيين وجعل فيهم الرسالة الأخيرة الشاملة للبشر أجمعين وعلم هؤلاء الأميين فإذا هم أعلم أهل الأرض وأرقاهم تصورا واعتقادا وأقومهم منهجا وطريقا وأفضلهم شريعة ونظاما وأصلحهم مجتمعا وأخلاقا وكان هذا كله من فضل الله عليهم ومن إنعامه بهذا الدين وارطراءه لهم وما كان للأميين أن يكونوا أوصياء على هذه البشرية لولا هذه النعمة وما كان لهم وليس لهم بعد من زاد يقدمونه للبشرية إلا ما يزودهم به هذا الدين رقم اثنين في هذا النداء الإلهي لأهل الكتاب يسجل عليهم أنهم مدعوون إلى الإسلام مدعوون للإيمان بهذا الرسول ونصره وتأييده كما أخذ عليهم ميثاقه ويسجل عليهم شهادته سبحانه وتعالى بأن هذا النبي الأمي هو رسول إليهم كما أنه رسول إلى العرب وإلى الناس كافة فلا مجال لإنكار رسالته من عند الله أولا ولا مجال للإدعاء بأن رسالته مقتصرة على العرب أو ليست موجهة إلى أهل الكتاب ثانيا رقم ثلاثة يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير فهو رسول الله إليكم ودوره معكم أن يبين لكم ويوضح ويكشف ما تواطأتم على إخفائه من حقائق كتاب الله الذي معكم سواء في ذلك اليهود والنصارى وقد أخفى النصارى الأساس الأول للدين التوحيد وأخفى اليهود كثيرا من أحكام الشريعة كرجم الزاني وتحريم الربا كافة كما أخفوا جميعا خبر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل كما أنه صلى الله عليه وسلم يعفو عن كثير مما أخفوه أو حرفوه مما لم يرد به شرعه فقد نسخ الله من أحكام الكتب والشرائع السابقة ما لم يعد له عمل في المجتمع الإنساني مما كانت له وظيفة وقطية في المجتمعات الصغيرة الخاصة التي بعث إليها الرسل من قبل ولفترة محدودة في علم الله من الزمان قبل أن تجي الرسالة الشاملة الدائمة وتستقر وقد أكملها الله وأتم بها نعمته وارضيها للناس دينا فلم يعد فيها نسخ ولا تجديل ولا تعديل ويبين لهم طريقة ما جاء به هذا الرسول ووظيفته في الحياة البشرية وما قدر الله من أثري في حياة الناس رقم أربعة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراء مستقيم وليس أدق ولا أصدق ولا أدل على طبيعة هذا الكتاب القرآن وعلى طبيعة هذا المنهج الإسلام من أنه نور إنها حقيقة يجدها المؤمن في قلبه وفي كيانه وفي حياته وفي رؤيته وتقديره للأشياء والأحداث والأشخاص يجدها بمجرد أن يجد حقيقة الإيمان في قلبه نور نور نشرق به كينونته فتشف وتخف وترف ويشرق به كل شيء أمامه فيتضح ويتكشف ويستقيم ثقلة الطين في كيانه وظلمة الطراب وكثافة اللحم والدم وعرامة الشهوة والنزوة كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى تخف الثقلة وتشرق الظلمة وتأرق الكثافة وتأرف العرامة واللبس والغبش في الرؤية والتأرجح والتردد في الخطوة والحيرة والشروط في الاتجاه وطريق البهيم الذي لا معالم فيه كل أولئك يشرق ويضيء ويتجلى يتضح الهدف ويستقيم الطريق إليه وتستقيم النفس على الطريق نور وكتاب مبين وصفان للشيء الواحد لهذا الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يهدي به الله من اتأبى رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد رضي الله الإسلام دينا وهو يهدي من يتأبى رضوانه هذا ويرتضيه نفسه كما رضيه الله له يهديه سبل السلام رقم خمسة وما أدق هذا التعبير أصدقه إنه السلام هو ما يسكبه هذا الدين في الحياة كلها سلام الفرد وسلام الجماعة وسلام العالم سلام الضمير وسلام العقل وسلام الجوارح سلام البيت والأسرة وسلام المجتمع والأمة وسلام البشر والإنسانية السلام مع الحياة والسلام مع الكون والسلام مع الله رب الكون والحياة السلام الذي لا تجده البشرية ولم ولن تجده يوما إلا في هذا الدين وإلا في منهجه ونظامه وشريعته ومجتمعه الذي يقوم على عقيدته وشريعته حقا إن الله يهدي بهذا الدين الذي رضيه من يتبع رضوانا الله سبل السلام سبل السلام كلها في هذه الجوانب جميعها ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذق سبل الحرب في الجاهليات القديمة أو الحديثة ولا يدرك عمق هذه الحقيقة كما يدركها من ذق حرب القلق الناشئ من عقائد الجاهلية في أعماق الضمير وحرب القلق الناشئ من شرائع الجاهلية وعظمتها وتخبطها في أوضاع الحياة وقد كان المخاطبون بهذه الكلمات أول مرة يعرفون من تجربتهم في الجاهلية معنى هذا السلام إذ كانوا يذوقونه مذاقا شخصيا ويلتذون هذا المذاق المريح وما أحوضنا نحن الآن أن ندرك هذه الحقيقة والجاهلية من حولنا ومن بيننا تذيق البشرية الويلات من كل ألوان الحرب في الضمائر والمجتمعات قرونا بعد قرون ما أحوجنا نحن الذين عشنا في هذا السلام فترة من تاريخنا ثم خرجنا من السلام إلى الحرب التي تحطم أرواحنا وقلوبنا وتحطم أخلاقنا وسلوكنا وتحطم مجتمعتنا وشعوبنا بينما نملك الدخول في السلم التي منحها الله لنا حين نتبع رضوانه ونرضى لأنفسنا ما رضيه الله لنا إننا نعاني من ويلات الجاهلية والإسلام منا قريب ونعاني من حرب الجاهلية وسلام الإسلام في متأناوى الأيدينا لو نشاء فأي صفقة خاسرة هذه التي نستبدل فيها الذي هو أدنى بالذي هو خير ونشتري فيها الضلالة من الهدى ونؤثر فيها الحرب على السلام إننا نملك إنقاذ البشرية من ويلات الجاهلية وحربها المشبوبة في شتى الصور والألوان لا تنسوا العجبات لكم والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يبتون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعذوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزين وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبوع إلا ما ذكيتم وما ذوح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فأكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حضط عمله وهو في الآخرة من القاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسروا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لطاهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بغاة الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسق ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسني وعزرتموهم وأقردتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر وعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح أبن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح أبن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بإذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم اذكروا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا ورين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتلوا عليهم نبأ أبني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فقوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فمعث الله غرابا يبحث في الأرض ويريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجست أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذر سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فقذوه وإن لم تؤتوه فحغروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو آرض عنهم وإن آرض عنهم فلن يضربك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيس بن ورية ومصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيم عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواء من ما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلغكم فيما آتاكم فيما آتاكم فاسترقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وحارهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض غنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخر اليهود والنصار أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حريطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون له متلاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قيلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل قل يا أهل الكتاب هل ترقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطابوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاء كم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الرب والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يطنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوط آن ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينه العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعنوا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عنوا وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم إن وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور الرحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام أنظر كيف نبين لهم الآيات ثم أنظر أن يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيس بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا مصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما أعرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما أرزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذين أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان كفارته إطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحا فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلون كم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمنعت أدا بعد ذلك فله عذاب أليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْطُلُوا الصيد وَأَنتُمْ حُرُمْ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّنًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ إِذَا وَعَدِلٍ مِنْكُمْ هَدِيًّا بَالِغَ الْكَعَبَةَ أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز عب انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متان لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دنتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخريث والطيب ولو أعجبك كثرة الخريث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يغركم ما ظل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الغصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ولو كان ذا قرب ولا نكتب شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن فإن على أنهم استحق إفما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما تدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ونمري مذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأتمه والأورص بإذن وإذ تخرج الموتى بإذن وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ونوري هل يستطيع ربك هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطر إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن وريم اللهم ربنا أن زل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن وريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرت ني به أن أعوذ الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإن هم عبادك وإن تغفر لهم فإن ك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر